بخبرات وسواعد عراقية تضاهي تلك التي يدفع لها بالعملة الصعبة يعكف مهندسون وفنيون وخبراء عراقيون وبعمل متناصق ومنظم على أعمال تحشية وصيانة أسس سد الموصل بعد انتهاء عقد الصيانة والتأهيل مع شركة ترييفي الإيطالية وزير الموارد المائية جمال العادلي أكد أن عمال التحشية في أسس السد مستمرة وعلى مدار الساعة وفق برامج علمية متطورة ومدروسة مبينا أن العراقيين عملوا على حقن السد أربعة أضعاف ما قامت به الشركة الأجنبية نحن ما جددنا عقد بعض آخر ريالي أن الكواد العراقية هي قادرة على استلام كل العمل وتنفذ كل ما يحتاج المشروع زايدا أنه تم تدريبه خلال هذه الفترات إضافة لذلك إحنا أصلا مهندسين كانوا يقومون بالأعمال اللي كانت تقوم بها الشركة الإيطالية إحنا بالتحشية كما ذكرت سابقا العراقيين من 1986 إلى ما استلمت الشركة إحنا حاقنين في تحت أسس السد أربعة أضعاف ما حقنتها الشركة إحنا الحقيقة استفادين من التقنيات الأكثر تطورا من مالتنا كانت تقنياتنا جيدة ولكن جاءت تقنيات محدثة بضغوط شوية أعلى أدت واجبها واستلمنا هذه الأجهزة واليوم كوادر ندى تعمل عليها 100% مسؤول مواقع أعمال الحفر والتحشية أكد استخدامهم التكنولوجيا والبرمجيات الحديثة على غرار ما كانت تعمله الشركة الإيطالية إحنا استلمنا العمل أعمال الحفر والتحشية في مواقع العمل من الشركة تريفي اللي انتهى برنامج عمل مالها إحنا استلمنا مباشرة والآن الكاظر المانا يعمل بوتيرة جيدة وكاظر إراقي ووطني بمعدات حديثة حقيقة جهازنا بيها تريفي أنا هذا خدمنا لأن كل حديثة والكاظر ما نعمل الآن بأعمال الحفر والتحشية مستمر لـ 24 ساعة يوميا بثلاث وجبات صباحا مساء وليلي ويعد سد الموصل من السدود الاستراتيجية المهمة في العراق وهو سد ترابي ركامي يبلغ ارتفاعه مائة وثلاثة عشر مترا وطوله ثلاثة آلاف وستمائة متر وهو من السدود المتعددة الأغراض منها الطاقة الكهربائية وتنمية الثروة السمكية والسيطرة على مياه الفيضانات وتنظيم إطلاقات المياه لنهر دجلة ترجمة نانسي قنقر